ترجمة نانسي قنقر وهو لمجلس التعاون أمن الخليج العربي 2 والذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأكيداً على مواصلة التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس وفي هذا الإطار تشارك قوات من شرطة البحرين متسلحة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد ومؤكدة الحرص على تبادل الخبرات والقدرة على العمل الأمني المشترك وأداء المهام بكافة معايير الدقة والإنجاز والكفاءة اكتمل وصول قواتنا البحرينية المشاركة في هذا التمرين المهم ونشكر في هذا الجانب وفي هذا المقام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الوفادة وكرم الاستقبال وإن شاء الله نتمنى أن التمرين يطلع بنتائج كبيرة النتائج المرجوة منه من تجسيد التعاون والعمل المشترك بين القوات الأمنية لمواجهة كل التحديات التي تحيطبنا في عالمنا أو في محيطنا الخليجي العربي يبقى العمل الأمني الخليجي المشترك وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر علامة رئيسية في هذا التمرين التعبوي بعد الانطلاقة الأولى من خلال تمرين أمن الخليج العربي واحد والذي نظمته البحرين قبل أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر